السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع جوية كل عام وانتم بقال في خير رمضان مبارك عليكم ان شاء الله في بعض الحاجات كده عازين نتكلم عليها على السريع عشان ما نطولش عليكم ويا رب يكون افادة ليكم الفيديو ده التزهير المورق يا دي التزهير المورق ماله ارش ايه او اعمل ايه طبعا الاراء كلها الفترة اللي فاتت رش بورم لوبيدنم رش بورم لوبيدنم جميل 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 وفعلا انا بين الناس اللي بستخدم البرم لوبيدنم لما بيكون عند تزهير المورق وبيعمل معي شغل محترم جدا جميل بس خلي بالك بقى يا حبيبي او يا حبيبي اللي عندها تزهير المورق وهتبدأ تسمع كلام محمد برقات او غير كلام محمد برقاتت وهتاخد البرم لوبيدنم ترشو اول حاجة خلي بالك عشان البرم لوبيدنم مينفعش يطرقش في اي وقت وما ينفعش يطرقش على اي حاجة ازاي يعني هقول لك يا حبيبي لما يبقى عندك الحالة الوحيدة اللي ترش فوق بورم لوبيدنم هي الحالة الوحيدة اللي تقدر ترش فيها هي الحالة ان انت عندك تزهيرك من خمسة لسبعة سنطي تزهير مورق والجميع الاجيال او جميع التخريج عندك موحد حجم واحد حتى لو وصلنا به لعشرة سنطي بس مورق بس يكون كل الغيط عندك وكل الشجر عندك تزهيره موحد من عشرة وانت نازل لتحت مفيش مشكلة خالص انما دخل على التفتح او عطرش دخل على عقد او عطرش ومصر كلها عندها من بدل الجيل تلاتة واربعة يعني الناس دلوقتي عندها تزهير مورق خمسة سنطي وتخرجات جديدة وعندها عشرة سنطي وعندها تفتح ازهار وعندها عقد دلوقتي لو انت عندك دخل على عقد ودخل على تفتح ازهار او عندك تفتح ازهار حتى لو بنسبة 20-30% من اجمال الظهر بتاعك ما ترش يشبه رمه لبتنا والتزهير المورق هيكمل معاك عادي جدا على فكرة ما تخسرش الاجيال اللي بدأت تفتح وبدأت دخل تخش على العقد بسبب رشي بورمولو بيتنام عشان نرحق الباقي وخلي بالك انت زهير المورق هيشتغل معاك بدون رشي بورمولو بيتنا لو انت خايف او كده ما تخافش هيشتغل معاك ولا تقلق التزهير المورق ان شاء الله هيشتغل معاك الا الناس بقى اللي عندها بقى طالع منها طرح خضري كامل وبالورق كبير عريض ولسه تزهير مخرجش ده اللي اللي ممكن يبقى الدنيا عنده هتبقى مش احسن حاجة دي نقطة نقطة التانية جدال الكالسوم بورم بتاع كل سنة بقى ان اكتر من خمس ست سنين نرش كالسوم بورم وقت التفتح ولا لا بص يا جماعة عشان نجيب النهية في الموضوع دا الكالسوم البورم انت بترشه على ثلاث مراحل بترشه في خلال مرحلة شجر منتج على ثلاث مراحل ده غير تسميد الارض انا بشكل ما تسميد الارض لان ده كده كده ده من الاساسيات اساسا الكالسوم بورم انا ما تيجي حضرك ترشه هترشه في ثلاث مراحل الاول مرحلة قبل التفتح خلاص اكتمل عندك تزهير بنسبة 70% والارتاز بتاعك تكون قبل التفتح بترشه الرشه الرشه التانية بعد 70% لـ 80% عقد قد الحمصاية و70% توصل عقد في جميع شماريخة في جميع ارضك والصمر قد الحمصاية كده حاجة كده لسه عقدة طالعة من الزهرة جديدة والرشه التالتة ما قبل الحصاد هي دي التلات رشات بتاع الكالسوم بورم انت عايز تزود رشه بقى بعد التخريج على طول دي بتاعتك انت انت راجل فلوسك كتير ويشتغل زي ما انت عايز مش هتضرك على فكرة هتفيدك مفيش مشكلة انما دول التلات اوراة الاساسية طب ما رشش في وقت التفتح لو انت مجبر رش في وقت التفتح مش هيعمل حاجة بس بقى اسمع وركز مش كل انواع الكالسوم او طريقة التحميل او طريقة التخليب هتنفع معاك في المنجا اللي ينفع في الموالح ماينفعش في المنجا ماينفعش في المشمش ماينفعش في الخوخ صباح اللي فيقول لعم دون قل احلى استشاري خوخ كل ما بسمع الخوخ بفتكرك دي حاجة عما تيجي انت عايز تختار يبقى اختار الكالسوم البورون الخالي من النتروجين دي نقطة واحد في التلات دورات وهترش الكالسوم بورون المحمل او المخلب على السكريات الكحولية فهو اكسر امانا واكسر امتصاصا واكسر نتائج تلات مراحل اللي هرش في المكالسوم بورون خلاص احنا قلنا منظمات النمو انا ضد منظمات النمو شكلا وموضوعا ما برشش منظمات النمو الا يعني بص لما بكون مزنوق زنق وحشا لو انا مزنوق زنق وزنق والتزيير عندي حادس ان هو كسلا شوية برش ممكن ارش منظم النمو زي مسلا مادة النفسالين اسيديك اسد مسلا بوضفها مع الكابريت مسلا او بوضفها مع الماب عشان خاطر تعملي تشجيع ده الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن اشتغلت يبقى في اخر سنتين عشان ابدأ اللي انا احرك التزيير بتاعي النفسالين اسيديك اسد نفسالين اسيديك اسد امين الحاجات دي كويسة وموجودة في شركات محترمة جدا بحط مسلا منها من خمسين لستين جرامة على كل مية لترمية وبحط معها الماب لو انا عايز ان انا اعمل دفع للتزيير او بحطها مع الكابريت الماكروني في الاول خاص لو انا حاس ان الدنيا عندي كسلانة شوية اما منظمات النمو اللي برشها بقى بهدف ان انا اثبت عقد او ان انا ازود عقد بص انا ضدها بس انا هقول لكم عشان الناس اللي انا عارف ان فيه ناس مصممة انها يترشها بص يا جماعة منظمات النمو بعيدا عن النفسالين اسد اللي هو انت بترشه انت بترشه عشان خاطر ده الهدف اللي انت تثبت عقد يعني بترشه على مرحلتين لو تخططهم هتيجي معاك نتائج عكسية او مش هتيجي نتائج خالص اول شيء وحجم التزيير بتاعك من خمسة لسبعة سمتي من خمسة لسبعة سمتي دي الدورة الاولى لمنظم النمو اللي انا مش معاها بس انا عشان الناس اللي بيتمصرر انها ترش من خمسة لسبعة سمتي طول شمراخ دي اول دورة والدورة التانية بعد العقد مباشر سبعين في المية عقد تبدأ ان انت ترشه الدورة التانية لو انت رشيت بعد السبعة سمتي وانت طالع بقى وداخل على عشرة سمتي وتفتح او ان انت اتأخرت ورشيتها وقت الظهر او بعد العقد بكتير مش هتجيب نتائج معاك ناساك او لو رشيت دورة واحدة منهم رشيت قبل التفتح وهي حجمة سوعة سمتي وما رشيتش بعد العقد فمش هتديك نتائج او انت رشيتها بعد العقد عشان تثبت لك العقد بدون ما ترشيها دورة الاونية مش هتديك نتائج بس نصيحة من اخ بلاش منظمات نمو صناعية خالص الشجرة والله ربنا خلقها بتخلق كل اللي انت عايزه اه المناخ ممكن يتغير معاك وممكن نلجأ ليها بس بنلجأ بها لطرق تانية وبنلجأ بها عن طرق تغزية انا بعاوب بالتغزية بعاوب بالعناصر اللي ربنا خلقها عشان تصنع الهرمونات ديت تصنع الاكسين وتصنع الاكسيت وكينين وتصنع كل المنظمات اللي ما هو اللي انت عارفها عايز ترش رش بس تختار بقى الشركة المحترمة الشركة اللي انت تسك فيها ورشها في المرحلتين اللي قلت لك عليهم دول دي كانت فيديوهات النهار ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله نقابلكم في معلومة جديدة واسف لو انا كنت انفعلت شوية سلام عليكم